موضوع ديال الأسعار الحكومة تواكب هذا الموضوع تتابعه في الأسبوع الماضي تكلمت لكم على اجتماع سوف يتم على مستوى وزارة الداخلية ستحضره جميع القطاعات المعنية بهذا الملف هناك اجتماعات أخرى سوف تكون غضة إن شاء الله هذا الموضوع هذا ليجب أن نعتقد في لحظة من اللحظات بأن الحكومة تواكبه بشكل دقيق جدا وتتابعه ليس فقط على مستوى المراقبة المراقبة كينا والمؤشرة والأرقام هي موجودة لكن أيضا على مستوى المساهمة في الرفع من الإنتاج وأيضا في مواكبة المنتجين طبعا لكي تصل هذه المواد إلى الأسواق خاصة المواد التي عندها واحد الاستهلاك كبير يعني في هذه المرحلة وفي هذا الشهر الفاضل مرة أخرى الحكومة سوف تستمر في تتبع هذا الموضوع ومواكبته وطبعا مني كنشوفو هذه التقارير كلها لأنه تكلمتي على واحد من التقارير هذا التقارير تكلم فقط على المرحلة من الفبراير من يناير إلى فبراير لكن من لك نأخذ المتوسط إن شاء الله بحكم مجموعة من تغييرات التي توقع في الخارج وأيضا يعني في بلادنا لأن جزء كبير من هذا التدخم يجب أن نعترف بأنه مستورد مرتبط مجموعة من المواد للادخلة للإنتاج الوطني فيها فكل هذا المؤشيرات هذا كتعطيه واحد المؤشيرات إيجابية على أنه واحدة التقارير اللي تكلمت عليه مؤخرا وخانا هذه القضية دي التقارير لا تستهويني كثيرا لأن التقارير تختلف من حسب كل مؤسسة كيفاش كتشوفه كيفاش المهم هو أنه في نهاية المطف يجب بفضل هذه الإجراءات اللي قمنا بها وإذا تطلب الأمر إجراءات أخرى سوف تقوم بهذه الحكومة لكي نحافظ على هذه المواد كلها وعلى هذه المنتجات التي يستهلكها المغاربة في أسعار معقولة شكرا لكم